السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعي الكرام حياكم الله يوم معنا فيديو مهم طبعا أهم الأخبار التي تم ذكرها على وسائل العالم التركية من تصريحات من والي غازي عنتاب وأيضا ووالي إسطنبول تامع الفيديو لمعرفة جميع التفاصيل بسم الله والي مدينة إسطنبول يطلب من المواطنين الذين ينتقلون بمركباتهم الآن العودة إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن بسبب اجتداد العاصفة الثلجية وأيضا والي غازي عنتاب يحذر الأهالي من تساقط كثيف للثلوج مساء اليوم ويطلب من المواطنين عدم الخروج بمركباتهم إلا للضرورة القصوى وأيضا أكرم إمام أغل العاصفة الثلجية المتوقعة بدأت نرجو من مواطنين عدم الخروج إلا للضرورة القصوى وأيضا بعد أزمير وأنقرة ارتفاع أجر استخدام المواصلات في مدينة أذنة طبعا لتصبح حافلات البلدية 5.5 ليرة تركي وأيضا للمعلمين 4.5 وأيضا 3.5 ليرة للطلاب وطبعا سبع ليرات في حال لا يوجد كرة مواصلات خاصة في المدينة دفع نقدا وأيضا مدينة إسطنبول أكرم إمام أغل يتوقع أن يبلغ ارتفاع الثلوج في بعض مناطق مدينة إسطنبول 50 سنتيمتر ولمدينة إسطنبول يطلب من المواطنين عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وأيضا مطار إسطنبول أقلعت 528 رحلة جوية من أصل 591 رغم الظروف الجوية السيئة توقف مؤقت في حركة المرور على جسر البوسفور بإسطنبول في جهة واحدة بسبب كثافة الثلوج انقطاع الطريق الواصل بين كوجلي وأسطنبول أيضا بسبب كثافة الثلوج أحب أن نخبركم بهم الأخبار التي تذكرها على وسائل الإعلامة التركية وإذا أتكم أي سؤال أو سبسار بخصوص أي موضوع كتبونيها بالتعليقات وإن شاء الله رح يتم مرد عليكم بأقرب وقت ممكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته